حقول خبر تاني الخبرين عن مصر قبل مخرج وارجع تاني عندنا خبر مهم انه هيئة كبار العلماء اجتمعت النهاردة برئاسة الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر اجتمعت النهاردة واكدت هيئة كبار العلماء في بيان لها الهيئة الاسلامية الاجبر في مصر اعلنت انه قد هالها كما هال سائل المسلمين والاحرار المنصفين في العالم كله تمادي الكيان الصهيوني في بغيه وعدوانه الارهابي الوحشي وقتله الاطفال والنساء والمسنين والمدنيين وضربه المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس والمساكن في غزة وما حولها وعلى مدى ما يخرب من ثلاثة اشهر حصدت الات القتل الصهيونية الغاشمة الاف الارواح البريئة واصابت عشرات الالاف وحاصرت من نجى من هذه المجازر ومنعت الوسائل الضرورية للحياة من ماء وغزاء ودواء واتصالات في سعي لابادة جماعية وتطهير ارقي عنصري في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير اهلها قصريا خارج وطنهم وقالت هيئة كبار العلماء في بيانها برضو ان هذه المجازر لن تسقط من ذاكرة التاريخ وستكون وصمة عار على كل الدعمين للكيان الصهيوني بالمال او بالسلاح او حتى بالسكوت على جرائمه وقد كان موقف هيئة كبار العلماء واضحا تجاه هذا العدوان السافر المجرم في حق شعب اعزل احتلت اراضيه وشرد اطفاله وفي هذا السياق اكدت الهيئة موقفها يتلخص فيه النقاط الاتية واحد تقدر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف صمود الشعب الفلسطيني الابي في وجه الارهاب الصهيوني الغاشم وتؤكد حقه في تمسكه بارضه ودفاعه المشروع عن وطنه ومقدساته اتنين انه تدين الهيئة باشد العبارات العدوان الغاشم الذي تشنوه قوات الاحتلال وتعلن دعمها المطلق لحق الفلسطين في الدفاع عن انفسهم وارواحهم وحتى طرد المحتل الغاصب منها كما ترفض الهيئة رفضا قاطعا تهجير الفلسطين من وطنهم الى اي مكان اخر كما ترفض كل المقترحات التي صرح بها قادة الاحتلال من اجل تصفية القضية الفلسطينية واعلنت الهيئة كبار العلماء ايضا انها تقدر موقف الجمعية العامة لأمم المتحدة السعية لوقف هذه المجازر وتدين استخدام حق الفيتو الجائر لعقلة اقرار السلام ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني الاعزل انتهت الهيئة هيئة كبار العلماء الى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسؤوليتها ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب على ارتكابهم كرائم الابادة الجماعية والتهجير القصري وقتل الاطفال والمرضى من شعب فلسطين والتي يتبع العالم بمرارة عبر وسائل الاعلام كل يوم كما طالبت الهيئة الدول العربية والاسلامية باتخاذ ما يلزم لوقف هذا العدوان بشكل فوري وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وادخال المساعدات بصورة عجلة ودائمة قياما بالواجب الشرعي الذي اكدته القمة العربية الاسلامية في الرياض في 11 من نوفمبر الماضي